بسم الله الرحمن الرحيم الدرس ده هندرس فيه تحديث القيم في السجلات update جالك واحد قال لي كتب لي اسمك غلط اعدل على الاسم جالك واحد قال لي لا انت المفروض كنت تبيع بكذا بقيت بكذا يبقى انا عايز اعدل على السعر ازاي اقدر اعمل الحاجات دي في قاعدة البيانات بدعا هندرس في الدرس ده ازاي نحدث قيمة سجل كامل او قيمة في كل السجلات مرة واحدة وايه موضوع ضبط وضع الامان للتحديث في mySQL mySQL بيعمل لك على اساس ما تقدرش تعدل على السجلات خلاص الا لما تفتحلك ففي حاجة اسمها safe mode فاحنا هنا اه اول حاجة بنعملها يعني على اساس ان ان نعمل update ولو ما تعملش هيدي لك error يقول لك safe mode بيمنع او اعلمكم من الاول ازاي نقدر نشير safe mode بتاع الupdate ببساطة بقول له set خلاص safe mode SQL underscore safe underscore update update اللي هي updates equal to zero لو كان واحد يبقى خليها تعمل ما تعملش اي update لو كان zero معناها cancel موضوع وممكن واحد يعمل update تعالوا كده نشوف هنا لو عملنا run لا يحصل هيقول له هنا SQL safe update equal to zero اوكي اللي بعديها دلوقتي عايزين نعمل update نعمل update لايه نفترض تعالوا كده للترين ونشوف الترين نفترض الpassenger id رقم واحد انا عايز بدلا ما هو اسمه الاسم اللي انتو شايفيني broad او brand اخلي محمد اوكي تبدي اعملها ازاي ببساطة خلاص هقول له هنا update يعني احدث update ايه train مش هو اسمه train ها اعمل في ايه ابدأ train عدي لقى دول train اوكي set اضبط القيمة بتاعة النام set name يساوي واكتب محمد عبدالله خلاص يبقى سامي محمد عبدالله تعالوا كده نكبر شوية واجي للسطر الجديد طيب اعمل لك كل محمد عبدالله لا حيث where passenger id equal to 1 لازم تحط الwhere وإلا هي حدث لك على الكل وتبقى مصيبة تغير لكل الأسماء ضيعت وكل حاجة تعالوا نعمل run لدي ونشوف إيه اللي هيحصل run قال لك أنا عدلت لك الاسم طب تعالوا نشوف هل فعلا نعدل ولا لا تعالوا نقرأ من جديد الجدول بتاعنا هلأي أول واحد اسمه محمد عبدالله طبعا انت ممكن هنا اللي فات ده ممكن نعمل أكتر من كده set name محمد عبدالله و خلاص هتقعدوا كمان تعالوا نشوف هنا كمان age equal to 40 خلاص تعالوا كده نشوف محمد عبدالله cam هذي محمد عبدالله اللي اجي بتاعه 22 ولو وطبع ممكن نكمل للكل خلاص ولو دلوقتي عملنا run إلا هيحصل تعالوا نشوف كده دلوقتي نعمل run تاني لشان نشوف التحديثات بقى محمد عبدالله age 40 يبقى ممكن نحط بقى ياسيدي اللي انت عايزه hot set name محمد عبدالله age 40 6 mail وكل ده where passenger id equal to 1 يبقى دي اتفقنا واتعرفنا على إزاي نعمل unlock لل save update و نمرة اتفقنا وعرفنا إزاي نعمل قيمة معينة غير قيمة في كل السجلات لأ لسه ما قلنا هاش صح تفتح لنعملها نفترض جيت للترين وزي ما انتو شايفين ان هنا في mail وفي female فلو مثلا عايز غير المال الى ذكر في كل دول ببساطة نفس الطريق اللي فاتت عشان ما نعودش نكتب من جديد فset بس مش نائم هنا set 6 وسميها ذكر وسميه ذكر اوكي فين ذكر اوكي واش اللي طبعا يبقى نعيد غير ذكر غير ذكر لمين where ايوه 6 equal to سوريا نقلب بس بالانجليزي where 6 equal to وعمل دي واكتب mail وقفل تاني وعمل السيمي كورن دلوقتي لو جينا شغلنا نعمل run وانا غيرت كل الميل للذكر تعالوا كده نشوف وانا سيدي نعمل run من جديد refresh هتلاقي كل الذكر خلاها ذكر ونقدر نعمل نفس الشيء ل انثة خلاص نبدل ده انثة خلاص وانثة هتبقى دي في mail طب ما حد يقول لي بدل ما نضيع وقت خلاص ادي في mail ونعمل run لها وبرضو اداني هنا قال لنا بدلت لك الكل تعال كده نشوف ونشوف نعمل بس run again عشان ادي اذكر وادي انثة تعلمنا في الدرس ده حاجات كتير لا مش كتير ازاي نقدر نحدث قيمة سجل واحد كامل ازاي نقدر نحدث قيمة معينة او column معين او عمود معين ازاي نضبط وضع الامان للتحديث في mysql واشوف ان شاء الله في الدرس اللي جاي والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته